لم تتوقف الهزات الارتدادية في سوريا والتركيا بلدين منكبين في الزلزال الكبير في السادس من فبراير الماضي الذي تجاوز عدد ضحاياه الأربعين ألف قتيل آخر هزة سجلت أمس وسط التركيا تجاوزت قوتها خمس درجات على مقياس الاختر هددت المباني المتصدعة والمتضررة بالفعل فإلى متى تستمر هذه الهزات؟ كيف يمكن الوقاية من تداعيتها؟ لم تفرغ الأرض بعد كل طاقاتها الباطنية بعد الزلزال الكبير هزة ارتدادية تلوى الأخرى وكل واحدة منها برعب يحبس أنفاس السوريين والأتراك خشية من موت آخر يقنص أرواح ناجين من الكارثة الأولى وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية فإن عدد تلك الهزات في البلاد تجاوز ستة آلاف إذ يتم تسجيل هزة كل ثلاث أو أربع دقائق كانت قوة نحو أربعين منها أعلى من خمس درجات على مقياس الاختر بينما بلغت قوة إحداها سبع درجات فاصل ستة على مقياس الاختر في معدل يقترب من الزلزال الرئيسي الذي بلغت قوته سبع درجات فاصل ثمانية صباح مساء تتحرك الطبقات الجوفية التي انكسرت جراء الزلزال في تركيا محاولة الاستقرار كما يفسر العلماء الأمر والحال كذلك في سوريا فوفق المرسد الوطني للزلازل فإن عدد الهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة تجاوز الألفين وثم تتوقعات بأن يرتفع العدد إلى أكثر من عشرين ألفا بنهاية العام الجاري بيد أن التنبؤ بتاريخ محدد لتوقف الهزات الارتدادية يبدو أمرا مستحيلا فهي تنتهي بانتهاء الطاقة المسببة للزلازل وعلميا لا يمكن معرفة زمن محدد لذلك فقد تستمر لأيام أو أشهر وربما لسنوات ووسط زمن الرعب المفتوح بيوت تصدعت في الزلزال الرئيسي قد تهوي في أي لحظة بما ومن فيها إذا ارتجت الأرض بقوة أشد معنا من القاهرة أستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة دكتور عباس الشراقي أهلا وسهلا بك الدكتور هزات ارتدادية كثيرة لكن الهزة الأخيرة هذه التي تجاوزت في قوتها خمس درجات أخافت الأتراك خصوصا أن مكانها الذي تم حساس به كان وسط الأناضول قريب من قونيا وهي منطقة بعيدة عن خط الزلزال وبالتالي هل علينا إعادة ترسم خريطة الصدع الزلزالي في تركيا أم هذه ليس لها علاقة بالزلزال الكبير بداية تحيات لحضرتك ولكل السادة المشاهدين والحقيقة الزلزال شدته خمسة وده كان بالأمس وده كان لأول مرة بعد حوالي عشر أيام يعني احنا شفنا الأيام الأولى الأربعة من يوم ستة فبراير يوم ستة فبراير شفنا الزلازل القوية اللي هي أكتر من سبعة وأكتر من ستة وكان عددهم حوالي ستة زلازل في الأيام الثلازل التالية كان هناك زلازل شدتها أكتر من خمسة لكن على مدار العشر الأيام الأخيرة كانت كل الزلازل من ثلاثة لأربعة وأقل من ثلاثة لكن كان بالأمس الزلزال لأول مرة يبقى خمسة وكان يعني خمسة في منطقة شر إسطنبول هذا المكان هو اللي حصل فيه زلزال سنة تسعة وتسعين واللي راح دحياته ما يقرب من ثلاثين ألف قتيل في ذلك الوقت وهذا المكان نشأ فيه زلزال أيضا الأسبوع الماضي بمقياس أكتر من خمسة وبالتالي هنا فعلا فيه هناك مخاوف هل الزلزال القديم زلزال تسعة وتسعين لأنه يوجد على فالق أكبر من الفالق الذي حدث عليه الزلازل الأخيرة الفالق شرق الأنادول ده طوله يعني حوالي تلتمية كيلومتر لكن الفالق شمال الأنادول ده طوله أكتر من ألف ومتين كيلومتر ونفس مركز الزلزال اللي حصل تسعة وتسعين هو اللي حصل فيه زلزال خمسة وشفنا في نوفمبر الماضي حصل فيه زلازل وكان فيه زلزال شدته ستة وواحد من عشرة وكان الحقيقة يعني أنا واحد من الناس كان فيه خوف وقلق أن زلزال تسعة وتسعين يتكرر ده كان في نوفمبر الماضي لأن هذا الزلزال ولكن اسمح لي اسمح لي دكتور عباس لكن حدث في شر الأنادول طيب يعني الخطوط هنا يعني الفالق هذا مختلف يعني فالق الصدع في إسطنبول في شمال الأنادول مختلف هو موازي للصدع اللي حدث فيه الزلزال الأخير في كهرمان مرعش في جنوب الأنادول لكن في كهرمان مرعش حتى الآن ما زال الناس يشعرون بهزات خفيفة ويسجل يعني سواء تلت درجات أو غير ذلك لماذا تستمر الهزات الارتدادية هل هذا طبيعي لأيام وأيام بعد الزلزال هذا طبيعي بنقول عليها الزلازل يعني التوابع لزلزال أو هزات ارتدادية هذا شيء طبيعي وحدث في زلزال 99 وفي زلزال 39 وفي زلزال 99 امتدت إلى سنوات وكان هناك شيء يعني ربما لا يحدث هذه المرة وأتمنى ذلك أن زلزال 99 كان حدث في أغسطس وكان شدته 7.6 من 10 لكن زلزال هذا العام 7.8 من 10 وزلزال آخر 7.5 في زلزال 99 حدث توابع ولكن بعد 3 شهور وفي 12 نوفمبر سنة 99 كان هناك زلزال آخر قوي 7.5 أو 7.4 من 10 وبالتالي هنا لا نستطيع أن نقزم أن التوابع لن يكون فيها زلزال قوي ولكن الاحتمال الأكبر أن التوابع هي التي تستمر بشدة من 4.5 أو أقل من 4.5 ألا يمكن أن تكشف عن ذلك من خلال الرصد الجوي لأنه جيد أنك ذكرتنا بما حدث في 99 انتبهوا إلى أن الفالق لم يكسر بشكل كامل كان هناك هبوط في الأرض في مكان وهبوط في الأرض في مكان المنطقة المتبقية في النصف هي التي انكسرت بعد ثلاثة أشهر ألا يمكننا أن نخمن من خلال الرصد الجوي أين المناطق المتبقية وبالتالي أن نخمن بالنسبة لمستقبل هذا الزلزال لا هو الأدق من الرصد الجوي أنه نعمل محطات على سطح الأرض نعمل حفر صغيرة ونضع فيها الجهاز اللي بيقيس أي هزات ولو خفيفة وبنقس في أماكن مختلفة ونستطيع تحديد أي حرقة سواء شمال أو جنوب وبالتالي من ناحية القياس موجود وهذه المنطقة اللي حصل لهذا العام في الزلازل الأخيرة أن كتلة الأناظون وهذه الكتلة طولها ما يقرب من أكثر من 1200 كيلو متر بمتوسط عرض حوالي 500 كيلو هذه الكتلة بالكامل تم إزاحتها في اتجاه البحر المتوسط ما يقرب من 8 متر فإذا حصل حركة على الفالق شرق الأناظون وفي نفس الوقت على فالق شمال الأناظون لأن فالق شمال الأناظون هو اللي بيحد هذه الكتلة من الشمال فإذا أكيد هو تحرك لكن ما حصلش فيه انزلاقات ضخمة وبالتالي لم ينبعث منه طاقة لكن لا نستطيع أن نجذب أنه لن يحدث ولكن الغالب نتمنى أنه لا يحدث ززال كبير وتظل في توابع في أقل من 5 أو أقل من 4 ريختر لكن يظل الخوف الحقيقة للأسف موجود بل في شيء آخر يمكن خطير أن هناك مجموعة من البراكين آخرها كان نشط سنة 1840 هذه الأنشطة وخصوصا على شرق الأناظون في مجموعة براكين هنا ممكن لو زاد النشاط ممكن هذه البراكين تنشط بعض الشيء الأخرى وبالتالي هنا برضو الحرص واجب من مناطق البراكين من الزلازل ما زلنا لا نستطيع ما فيش في العلم أن الزلازل ستنتهي قريبا أو أنه لن يحدث ززال كبير ليس لدينا علميا ما نقول ذلك لأن منطقة الأناظون هي منطقة بالفعل منطقة خطيرة من ناحية جيولوجية ربنا يستر دكتور أشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا في جامعة بالضبط هذا ما نستطيع أن نقوله ربنا يستر شكرا